السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم متابعين الكرام أرحب بكم في فيديو اليوم بخصوص آخر تحديث الأسعار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالعراق ومن مختلف الشركات مثل أبل وسامسونج هواوي شاومي وريال مي وغيرها طبعا فخليكم ميانا وبداية لا تنسون دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم ومستمر مع كل فيديوهاتنا وشروحاتنا الجديدة ونبدأ مباشرة مع شركة أبل البداية مع الآيفون 11 كل الألوان رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 707 دولار أما ذاكرة 128 جيجا بايت يكون بسعر 757 دولار لكل الألوان أيضا آيفون 11 برو اللون الأخضر رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 960 دولار أما الذاكرة 256 فيكون بسعر 1110 دولار آيفون 11 برو ماكس اللون الذهبي رام 4 جيجا بايت والذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 1045 دولار أما اللون الأخضر فيكون بسعر 1055 دولار آيفون 11 برو ماكس كل الألوان ذاكرة 256 جيجا بايت مع رام 4 جيجا بايت طبعا بسعر 1180 دولار أما اللون الأخضر فيكون بسعر 1185 دولار يعني فرق 5 دولار آيفون XS ماكس رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت للألوان الأسود والفضي والذهبي كلها بسعر 745 دولار أما الآيفون XS رام 4 وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 694 دولار الآيفون SE 2nd generation رام 3 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 480 دولار أما الآيفون 8 بلايت كذلك رام 3 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 560 دولار آيفون 7 بلايت لون الأسود رام 3 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 465 دولار الأيربوتس 2 بسعر 125 دولار والأيربوتس 2 ويرلس بسعر 151 دولار وأخيرا الأيربوتس برو بسعر 197 دولار وبالانتقال الآن إلى شركة سامسونج ونبدأ مع الزيفليب رام 8 جيجا بايت وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 1140 دولار الـ S20 Ultra رام 12 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 915 دولار أما الـ S20 Plus مع رام 8 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 680 دولار النوت 10 Plus رام 12 وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 730 دولار والـ Note 10 Lite رام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 345 دولار الـ A71 رام 8 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 320 دولار والـ A51 رام 6 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 250 دولار والـ A31 رام 4 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 200 دولار والـ A21 S أيضا يجي مع رام 4 وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 157 دولار أما A11 فيجي مع رام 2 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 110 دولار والـ A10 S ذاكرة 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت بسعر أيضا 110 دولار والـ A01 ذاكرة 16 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت بسعر 85 دولار أيضا جهاز الـ M11 ويانا هذا اليوم واللي يجي بذاكرة 32 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 127 دولار البتس بلاس بسعر 105 دولار والأكتف 2 بسعر 230 دولار كانت هذه كل الأجهزة اللي ويانا من شركة سامسونج بالانتقال الآن إلى شركة هواوي ونبدأ مع جهاز الـ P40 Pro مع هدية الفري بوتس 3 طبعا ذاكرة الجهاز 256 والرام 8 جيجا بايت بسعر 790 دولار أما الـ P30 Pro رام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 500 دولار نوفا 7 رام 8 وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 399 دولار نوفا 5T رام 8 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 269 دولار نوفا 7 اي زائدا هدية الباند 3 اي طبعا ذاكرة 128 جيجا بايت والرام 8 جيجا بايت بسعر 245 دولار الـ Y9S رام 6 وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 214 دولار الـ Y9 Prime 2019 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 180 دولار الـ Y9 نسخة 2019 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 175 دولار الـ Y8P رام 6 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 185 دولار الـ Y8S رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 154 دولار اما الـ Y7P ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 4 جيجا بايت مع هدية يكون بسعر 139 دولار الـ Y6P ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 115 دولار الـ Y6S رام 3 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 104 دولار الـ Y6 Prime نسخة 2019 رام 2 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 98 دولار الـ Y5P أيضا رام 2 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 77 دولار الـ FreeBuds 3 بسعر 129 دولار والـ FreeBuds Lite بسعر 50 دولار الى شركة ريال مي والأجهزة المتوفرة حاليا الـ Realme 6 Pro رام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 292 دولار الـ Realme 6 رام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 245 دولار والـ Realme 6i رام 4 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 182 دولار أخيرا الـ Realme C3 مع رام 3 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 132 دولار والى شركة شاومي ونبدأ مع جهاز المي نوت 10 لايت رام 6 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 295 دولار جهاز البوكو F2 Pro رام 8 جيجا بايت وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 490 دولار ريدمي نوت 9 برو رام 6 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 225 دولار ريدمي نوت 9S مع رام 6 جيجا بايت وأيضا ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 203 دولار ريدمي نوت 9 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 152 دولار أما جهاز ريدمي نوت 8 برو وذاكرة 128 جيجا بايت مع رام 6 جيجا بايت بسعر 198 دولار ريدمي 9 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 125 دولار وريدمي 8 رام 4 جيجا بايت وأيضا ذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 113 دولار وأخيرا الباند 4 بسعر 25 دولار هذه هي الأجهزة المتوفرة حاليا من شركة شاومي وإلى شركة أونر ونبدأ مع جهاز التونتي مع الرام 6 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 265 دولار الـ 9X Pro رام 6 جيجا بايت وذاكرة 256 جيجا بايت فقط بسعر 244 دولار الـ 9X رام 6 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 210 دولار الـ 9X Lite رام 4 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 165 دولار الـ 9C رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 145 دولار الـ 9A مع ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 117 دولار والـ 8A مع ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 112 دولار أخيرا الـ 9S مع ذاكرة 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت يكون بسعر 77 دولار وإلى شركة أوبو ونبدأ مع رينو 3 برو مع رام 8 جيجا بايت وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 485 دولار الأي 92 رام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 275 دولار الأي 9 نسخة 2020 أيضا مع رام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 255 دولار أي 31 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 175 دولار أما ذاكرة 64 جيجا بايت للأي 31 فبسعر 147 دولار أي 5 نسخة 2020 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 173 دولار أي 12 رام 3 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 122 دولار وأخيرا الـ A5S مع ذاكرة 32 جيجا بايت ورام أيضا 3 جيجا بايت يكون بسعر 118 دولار هذا اليوم أيضا ويانا أجهزة من شركة Vivo ونبدأ مع الـ S1 Pro ذاكرة 128 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت بسعر 249 دولار الـ Y30 ذاكرة 128 جيجا بايت ورام 4 جيجا بايت بسعر 200 دولار الـ Y15 ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 4 جيجا بايت بسعر 162 دولار والـ Y12 ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 138 دولار أخيرا الواي 11 ذاكرة 32 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 123 دولار ونختم كل معتاد مع أجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية من مختلف الشركات ونبدأ مع أجهزة الآيباد من شركة أبل مع الآيباد مني 5 رام 3 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 365 دولار أما جهاز الآيباد 7 جيجا بايت ذاكرة 32 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت اللوني الأسود والفضي بسعر 315 دولار أما اللون الذهبي بسعر 320 دولار الآيباد 7 جيجا بايت الذاكرة 128 جيجا بايت مع رام أيضا 3 جيجا بايت اللوني الفضي والأسود ب385 دولار واللون الذهبي يكون بسعر 390 دولار أخيرا البنسل الثاني للجيل الثاني طبعا بسعر 133 دولار الأجهزة اللوحية من شركة سامسونج ونبدأ مع التاب السكس لايت نسخة الواي فاي رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 320 دولار تاب أي نسخة 2019 أيضا نسخة الواي فاي و10 إنج ذاكرة 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت بسعر 180 دولار نسخة السيم كارد تكون بسعر 205 دولار تاب أي 2019 نسخة الواي فاي 8 إنج ذاكرة 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت بسعر 128 دولار أما نسخة السيم كارد تكون بسعر 137 دولار ونختم مع أجهزة هواوي ونبدأ مع الام 5 لايت نسخة السيم كارد 10.1 إنج ذاكرة 64 جيجا بايت ورام 4 جيجا بايت بسعر 129 دولار أما جهاز T8 نسخة الواي فاي 8 إنج الرام 1 جيجا بايت وذاكرة 16 جيجا بايت بسعر 85 دولار أخيراً T3 نسخة الواي فاي 7 إنج رام 1 جيجا بايت وذاكرة 8 جيجا بايت بسعر 68 دولار إذن أصدقاء المتابعين وصلنا وياكم إلى نهاية الفيديو وقدمنا بي التحديث الأسعار الهواتف والأجهزة اللوحية بالعراق أتمنى يكون مفيد لكم لا تنسون مواصلة دعمكم إلا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس تنبيهات ليصلكم كل جديد إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار فتواصلوا ويايا على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام وتركوا تعليقاتكم بالأسفل معلومات الطلب والاستفسار رح أتركها بصندوق الوصف شكراً لكم على حسن المتابعة ونلتقوا إياكم باللقاءات القادمة في أمان الله